حاجة يعني الاتحاد بخشف وارات الهلالة بالظروف ما فصال كان وقام خاشي بالظروف أفضل لأنه بفقد أفضل عناصر يعني صراحة زي عبد الرحمن العبود وبيفضل بفقد برضو اللاعب المميز زي ما أنت ذكرت أنه من أبير الزلابين في الدورة السعودي في السنوات الأخيرة عبد الرزاك حمد الله الله أنا شخصيا بفتكر أنه يقدر ألعب في أي دور يعني دوري عادي يقدر ألعب لأنه مكانيات بنية كبيرة جدا كمهاجم يعني من طراز فريد متكامل ففي مبارضة دي كان الاتحاد في أمس الحاجة لأبد الرزاك حمد الله بالذات يعني مباريات الخلال لأنه هو الحاجة حجاز يعني نعم لا جايك لا حجاز لأنه حمد الله طبعا هو في مبارضة ويبحث للنصر وحمد الله فريق يعني لما يلعب بيربك حسابات الخاصة يبحث الانتصار عشان ما يتحسسوا النصراويين ايه بعدها وفي النهاية بالمناسبة حجازة ده أنا مفتكر أنه يمكن قيمة فنية في هو العمل التوازن للتشكيلة الاتحاد بأكمله مش الدفاع بس لأنه قائد بمعنى الكلمة ساهم بعدد كبير جدا في أهداف الاتحاد عمل توازن دفاعي كان الخلال الكبير المتواجد في الدفاع فمدرب بوزن تقيل صراحة سوري يعني قلب الدفاع محترف من الوزن التقيل جدا فهو طبعا خسارة كبيرة للاعب الاتحاد بدخل لغاء كبير جدا عم هلال المنتشي دائما بيعروض الكبيرة مع دياز في الفترة الأخيرة ثلاثة انتصارات كبيرة وبيعروض كبيرة جدا في موارد بالزاد دول الاتحاد كان موفق ودخل ببس العنتظرين دي كان مهمين جدا بالنسبة للاتحاد أهم العناصر في الغيابات حجازي وحمد الله صراحة دل من أهم الغيابات بوز تاني بقدر رحمان العبود كلهم ديهم وزنهم لها كله وجينا من حيث الأهمية فدل كانوا حيعملوا فارق كبير جدا للاتحاد طيب تشكي